السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم شرح مبسط وسريع اللي هي ضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية subject pronouns ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل في اللغة الإنجليزية سبعة ضمائر الضمائر هذه تعوض عن الفاعل ضمائر الفاعل الضمير she معناها هي تعوض عن مثلا اسم مؤنث نعوض عنها بالضمير she she is the best basketball player in the team هي الأفضل لاعبة كرة سلة في الفريق فعوضنا عن اسم عوضنا عنها she الضمير he يعوض عن اسم المذكر he gets up early every day هو يستيقظ مبكرا كل يوم الضمير we معناه نحن نعوض عنه عن المجموعة نعوض عن المجموعة بالضمير we we go to the gym club together نحن نذهب إلى نادي الرياضي سويته الضمير they معناها هم يعوض عن المجموعة أيضا they speak English in the USA هم يتكلموا اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة أمريكية الضمير you معناها أنت أو أنتم you go to holiday every summer أنت أو أنتم تذهبوا إلى العطلة كل صيف والضمير I معناها أنا I love my new pets أنا أحب حيواني الأليف الجديد فهذه الضمائر في اللغة الإنجليزية ضمائر الفاعل subject pronoun فهذه كان الضمائر الفاعل سوية ت Liliana ت اشتركوا في المط креп اشتركوا في القناة وحبت ت Liliana سiele جرا تف Bus رiosis